الجلاش الحلو او البقلاوة بطريقة جديدة وعبقرية باشيك طريقة ممكن تشوفيها طريقة سهلة وبسيطة والحشوة مميزة جدا والجلاش طعمه بيدوب كده في البق وهنعرف سر التسوية المزبوطة وازاي نطلع الجلاش باللون الدهبي اللي انتوا شايفينه ده كده هقولكم على كل التفاصيل اللي تضمن معاكم نجاح الجلاش خطوة بخطوة ولو انت مبتدئة واول مرة تعملي الجلاش الحلو بالطريقة دي هتبقى استاذة في عميل الجلاش بعد الفيديو ده تابع معايا الفيديو للاخر ولو انتوا اول مرة بتشوفوني انا مروة سامي ودي قناتي طبخ العالم ضيقات كتير وشير للفيديو يلا بينا نبدأ اول حاجة هنحضرها هي الشرباط شرباط الجلاش تقيل وبارد هنحط كباية وربع من السكر الحبيبات وكمية الشرباط دي مزبوطة جدا بالملي على كمية الجلاش اللي احنا هنعملها دلوقتي هنحط عليهم كباية وربع من المية مية من الحنفية وهنحط عليهم عصرة نص لامونة طبعا هنشيل بقى البزور اللي جواها دي علشان ما اتمررش الشرباط وهنعمل الشرباط بتاعنا النهاردة من غير عسل جلوكوز يعني طريقة ولا اسهل وهنضيف عليهم ظرف واحد من الفانيليا انا بحط كل مكونات الشرباط في الاول وبرفعها على النار وبعد ما الشرباط يغلي هنسيبه لمدة حوالي كده 8 دقيق وهنضف عليه وانسيبه يبرد تاني حاجة هنحضرها مع بعض هي الحشوة الحشوة بتاعتي اقتصادية جدا وسهلة وبسيطة عندي هنا حوالي كوباية كده مليانة من الكنافة المجروشة طيب الكنافة دي انا جراشتها ازاي حطتها في الفريزر وبعد ما خرجت من الفريزر وتجمدت كسرتها بايدي كده بقت مجروشة بالشكل ده هنضيف عليها وهي ناية مش مستوية ولا اي حاجة خالص هنضيف عليها معلقتين كبار من السوداني المجروش وكمان هنحط عليهم معلقتين كبار من جوز الهند اي اضافات بتحبوا تضيفوها ضيفوها هنا مفيش مشكلة خالص هنضيف عليهم ايه انا محبتش ان انا احط عليهم سكر ولا احط عليهم سمنة علشان الجلاش بتاعي يطلع خفيف كده فما حبتش ان انا اضيف سمنة كتير ضيفت عليهم حوالي اربع معالق كده كبار او خمس معالق من شربات كده كان موجود عندي شربات تقيل بتاع حلويات ضيفت عليهم وجمعت بي المكونات مع بعضها فايدة الشربات اللي احنا حطناه انه هيدي طعم حلو للحشوة وفي نفس الوقت هيخلي الحشوة متماسكة مع بعضها كده لما نضيفها في الجلاش علشان ما تخرجش او تقع من حشوة الجلاش وانحنا بنشكلها فالشربات هيدي لها تماسك لو مش حابين تحطوا الشربات او ما عندكوش شربات تقدروا تضيفوا معلقتين كبار من السكر البودر وكمان تضيفوا عليهم معلقتين كبار من السمنة السايحة وتقلبوهم مع المكونات دي بس زي ما انا قلتلكو كده حبيت ان الحشوة تكون خفيفة على قد ما نقدر كده علشان ما تكونش تقيلة على المعدة وخصوصا لو هتعملوا الجلاش ده في شهر رمضان هيكون حلو جدا وخفيف كده على المعدة ومش هيكون تقيل خالص جرابي بقى تعملي الجلاش بالطريقة دي وهيعجبك جدا وهتعمليه على طول لانه فعلا لذيذ قوي بعد بقى ما حضرت الحشوة كده حنركينها على جنب كده احنا حضرنا كل المكونات بتاعتنا عندي بقى لفة جلاش وزن لفة الجلاش دي 500 جرام تقدروا بقى تشتريوا جلاش اللي هو بيتباع بالكيلو عند الفطاطري برضو ما فيش مشكلة خالص وتقدروا تجيبوا كده لفة زي ما انا جبتها كده من السوبر ماركت وتشتغلوا بيها اهم حاجة انها طبعا ما تكونش مجمدة تكونوا مطلعينها من الفريزر وسايبينها كده تفك براحتها وبعدين تشتغلوا فيها يعني عاوزين الجلاش اللي نشتغل بيه كون جلاش طريق هنقطع بقى كده لفة الجلاش دي على تلات اجزاء زي ما احنا شفنا مع بعض كده وهنبتدي بقى نفرد التلات اجزاء بالشكل ده كده وهنحطهم على بعض ومحضرين فوتا نضيفة هنحط فيها الجلاش بتاعنا علشان ما ينشفش مننا اسناء التشكيل هناخد كده ورقتين من الجلاش وهنركنهم كده على جنب والباقي هنلفوا في الفوتا زي ما قلتلكم علشان يفضل الجلاش طري معايا وما ينشفش ويكون سهل في التشكيل هنحطه كده في الفوتا وهنغطيه كويس جدا وهنركنه جنبنا وكل ما ناخد منه ورقتين هنقفله بنفس الطريقة هناخد بقى اول ورقة من الورقتين دول وانا محضرة نص كباية من السمنة مسيحاها كده على النار وهدهن بقى كده اول ورقة بمسحة بسيطة كده بالفرشة من السمنة ما تكتروش كده في ان انتوا تدهنوا الطبقات احنا عاوزين الجلاش بتاعنا يكون خفيفة على قد ما نقدر وتكون الدهون اللي موجودة فيه بسيطة على قد ما نقدر بصوا هندهن كده اول ورقة ندهنها كويس جدا بالسمنة وحناخد الورقة التانية ونحطها فوقيها بنفس الطريقة وبرضو هندهنها كويس جدا بعد بقى ما ندهن كده الورقة التانية ونتأكد ان احنا دهنا كل الجزء كويس جدا هنعمل ايه؟ هنجيب الحشوة بتاعتنا وهنبتدي ان احنا نوزع كده الحشوة مش هنحط منها كمية كبيرة هنحط منها كده كمية بسيطة كده يعني حوالي كده معلقة صغيرة او معلقة الا ربع صغيرة كده من الحشوة وهنوزعها بالطريقة دي كده ما تقلقوش خالص ان الكنافة هنا مش مستوية الكنافة نية هي هتستوي مع الجلاش وبيستوي في الفرن وحتبقى دايبة كده وهتشرب الشربات كويس جدا وطعامها هيكون ولا اربع من كده بصوا بقى الجلاش انا بشكله ازاي كاني بالزبط بكشكشه بالطريقة دي زي ما كنا بنعمل كده في الترند بتاع المكشكشة من كشكش الجلاش كده بالشكل ده صوابعنا اللي وراء بتزق كده الورقة وصوابع اللي قدام بتلمها كده على بعضها علشان تكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده وبنسيب حوالي 3 سنتي او 4 سنتي من ورقة الجلاش في الاول وكمان بنسيب حوالي برضو 3 سنتي من الجلاش في الاخر وبعدين بنطبق كده الورقة من الاخر وبعدين بنحط عليها الورقة كده اللي في الاول كده بنفس الطريقة وبعدين بنجيب كده السمنة بتاعتنا وبناخد منها برضو مسحة بسيطة كده على ورقة الجلاش علشان احنا هنطبقها دلوقتي بالشكل ده كده هنطبق الاطراف علشان تلزق معانا في بعضها لازم نكون دهنين سامنة كويس وخلاص كده احنا خلصنا تشكيل الجلاش بتاعنا وهيطلع بالشكل ده شكل جديد وجميل وبسيط جدا على الطريقة التركية شكل حلو قوي بصوا هعمل معاكم كده واحدة تانية علشان تشوفوا الطريقة تاني اول ورقة كده هنحط فيها مسحة كده من السامنة واتكتر وش قوي من دهن السامنة ما بين الطبقات علشان خاطر الجلاش بتاعكم ما يطلعش دسم وتقيل وطبعا يفضل استخدام السامنة البلدي هتديني طعم حلو جدا والصانية اللي انا حطيت فيها الجلاش وفضل تكون صانية الومنيوم او صاج الومنيوم يكون لونه فاتح يعني وما تدهنوش الصاج بتاعكم اي حاجة كمية السامنة اللي موجودة في الجلاش كافية جدا انها تسوي الجلاش بتاعتنا وكمان تخلي الطبقات تطلع مورقة كده وتنتفخ عن بعضها وحتكون هشة ومقرمشة جدا فما تدهنوش الصاج بتاعكم سامنة ما تحطوش سامنة كتير وبسيط يكون طعمه احلى بكتير بعد ما اقمدهنت كده الطبقتين هنحط ما بينهم برضو كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده جزء من الحشوة برضو ما تقطروش الحشوة كتير قوي خلوا الحشوة كده بسيطة علشان تكون مميزة وطعمها حلو قطعة الجلاش ما تكونش تقيل قوي ومكتومة كده ومليانة بالحشوة اهم حاجة تتأكدوا منتو كده اخدتوا من السوداني والكنافة وكل حاجة تقدروا بقى تضيفوا هنا فصدق مجروش تقدروا تضيفوا بندق مجروش عين جمل لوز اي حاجة انتو بتحبوها تقدروا تضيفوا زي بيب كمان برضو هيكون طعمه حلو قوي بس انا حبيت كده ان الحشوة تكون اقتصادية على قد ما نقدر وطعمها كمان يكون مميزة الحشوة دي حلوتها في ايه حلوتها ان احنا وإحنا بنأكل كده قطعة الجلاش هنلاقي طبقات كده من الارمشة الكنافة الطرية وكمان الطعم السوداني المجروش كمان كده هيجي في بقنا فهتلاقوا طعم او ميكس حلو جدا في الحشوة بتاعتنا النهاردة والجلاش ده اوعيتكو ان انتو لو جربتوه هتنبهروا به وهيعجبكو جدا طريقة الجلاش النهاردة مختلفة تماما عن اي طريق الجلاش انتو كلتوها قبل كده هتحسوا ان انتو بتاكلوا كده بقلاوة بغاشة حاجة حلوة جدا 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 بعد بقى كده ما كشكشت الورقة الاجزاء بقى اللي احنا بنبقى سايبينها بنقفل بها كده على الحشوة وبندهن ما بينها كده السمنة علشان تلزق في بعضها وما تفكش معانا وكمان علشان تطلع كل طبقات الجلاش مورقة كده ومقرمشة يعني الجلاش يكون مقرمش كده من جوة ومن برا وفي نفس الوقت يكون طري وشارب الشربات بتاعه ودايب كده دوابان على الاخر بصوا بتني كده الحرف بتاع قطعة الجلاش والحرف التاني كمان بنضغط عليهم كده ضغطة بسيطة وهنرس بقى كده قطعة الجلاش جنب بقية القطع اللي احنا عملناها بالشكل ده كده بصوا شكلها حلو جدا مشكلها جديد ومميزة انصحكم بقى ان انتوا تعملوا كمية كبيرة يعني بدل ما تعملوا لفة واحدة اعملوا لفتين لان الجلاش ده هيعجبكوا جدا بعد بقى كده مرصيت كل القطع الجلاش هنعمل ايه هندهن كده وشها برضو بمسحة بسيطة من السمنة علشان نتأكد ان ورقة الجلاش بتاعتنا او طبقات الجلاش كلها مدهونة لو مش حابين بقى تحطوا اي حاجة على وش الجلاش خلاص ما تحطوش انا حبيت بس ان انا احط رشة بسيطة كده من جوز الهند علشان جوز الهند لان ما بيتحمص مع الجلاش في الفرن بيدي طعم كده وناكهة مميزة قوي لو مش حابين تحطوا جوز هند على وش الجلاش بتاعكم خلاص ما تحطوش بس هو بقى لما بيتحمص زي ما بقول لكم كده بيدي ناكهة حلوة جدا وطعمه مميز تقدروا انتم ما تضيفوش حاجة خالص وبعد ما الجلاش بتاعكم يستوي تحطوا على وشه كده شوية سوداني برضو مجروش بعد ما نحط العسل او الشرباط عليه برضو هيكون طعمه حلو بعد ما خلصت الكمية كلها هنسوي الجلاش بتاعنا على الهادي على درجة حرارة كده مية وتمانين او مية وسبعين كمان درجة الحرارة الهادية بتخلي الجلاش يقرمش ويورق وفي نفس الوقت كده ياخد اللون الدهبي من كل حتة ومش هتكونوا مضطرين ان انتم تشغلوا كده الشوية على الجلاش بتاعكم اول بقى كده ما الجلاش يخرج من الفرن طبعا الجلاش سخن والشرباط بارد تماما على الاخر هنسقيه بقى كده بالشرباط بصوا بقى احنا مش هنسقيه بالشرباط مش هنحطه عليه كده على طول من الكسرولة لأ احنا هناخد كده مصفة او اي حاجة تكون مخرمة بالشكل ده كده ونوزع الجلاش الشرباط على الجلاش كويس جدا بالمقصوصة دي او بالحاجة المخرمة بتاعتنا علشان الشرباط يتوزع كويس جدا على الجلاش ونتأكد ان كل الجلاش اتشرب كويس من الشرباط وهنسيبه بقى لحد ما يهدى كده شوية وهتقدموه بالصحة والهنى وعايز اقولكو كمان على بدائل الحشوة تقدروا ان انتو تحطوا حشوة اشتا او اشتا كدابة تقدروا تحطوا نوتيلة اي نوع حشوة بقى انتو بتحبوه حطوه مفيش مشكلة خالص بس اجربوا حشوة الكنافة والسوداني دي هتعجبكم بصوا بقى قطعة الجلاش بتاعتي شكلها حلو جدا مورقة كده وشكلها في منتهى الشياكة مختلفة تماما عن اي قطعة جلاش اكلتوها قبل كده وانتو بتاكلوها كده هتحسوا انها بقلاوة دايبة كده ببقوكو وفي نفس الوقت مقرمشة وحشوة الكنافة من جوة مميزة جدا طرية كده ومستوية وشرب الشربات بتاعها على الاخر بصوا دايبة دوابان كده جميلة قوي قوي بصوا الشكل من جوة عامل ازاي جديدة ولزيزة شكل الجلاش او البقلاوة بالطريقة دي مميز ولزيز اي حد كده هيدوقوا عندكم هيحس ان انتو شاريينه جاهز من برة من كتر حلوته كده والشياكتو وطعامته وبصوا الجلاش شارب الشربات كويس جدا على الاخر والطبقات كلها شربة والسكر هنا مظبوط جدا مظبوط بالميزان وكمان كمية الشربات اللي احنا استخدمناها مظبوطة جدا مش هيتبقى منها اي حاجة يعني مظبوطة جدا على مقدار الجلاش اللي احنا عملناها وبصوا انا بقطع كده الجلاشة بتاعتي طرية ودايبة معايا من جوة هفتح معاك واحدة تانية وحشوة جوز الهند تحمصت كده واخدت اللون الدهبي ده كده من برة بصوا مشاء الله حلو جدا اتمنى بقى لو وصفة النهار ده عجبتكو تكتبولي رأيكم في التعليقات بتنسوش لايكات كتير وشير لي الفيديو لو انتو اول مرة بتشوفوني انا مروة سامي ودي قناتي طبخ العالم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا مني كل الوصفات الجديدة اللي بقدمها جربوا تعملوا الجلاش بالطريقة الحلوة دي في شهر رمضان هيعجبكو جدا وهيعجب ضيوفكو كمان اشوفكم بوصفة كديرة واي باي